عاما واكد ثقة في أن هذه زيارة ستسلم في إثراء علاقاتنا الثنائية وستلفع بها نحو أفاق جديدة لتحقيق ما يزبو إليه شعب بلدين الصديقين السيدات والسادة لقد كانت نصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك حيث تحملت مسؤولياتها جدولة رائعة للسلام في العالم من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوسنة والهرسك وأود في هذا الصدد أن أؤكد موقف مصر الراسخ باحترام سيادة وحدة أراضي البوسنة والهرسك واستعدادنا للتعاون مع مختلف مكونات مجتمع البوسنة والهرسك بالشكل الذي يحقق الاستقرار والتنمية فيها كما أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة بمناسبة موافقة المجلس الأوروبي مؤخرا على فتح باب مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي متمنين التوفيق والتقدم على هذا المصار المهم لمستقبل البلاد السيدات والسادة لقد أجريت مع فقامة الرئيس اليوم مباحثات مهمة عكست رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية وأكدت في هذا الصدد حرصنا على تعميق وتطوير كافة أشكال التعاون القائمة بين البلدين كما شهدت المباحثات استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار بين البلدين حيث أكدنا الاهتمام المشترك بدرورة استخدام أليات التعاون القائمة وتطويرها بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لدفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين فضلا عن ترحيبنا بالعمل لتعزيز التبادل السياحي من خلال إطلاق خط تيران مباشر من بعض المدن البوسنية إلى مدينة الأرضقة وبما يساهم في تنشيط حركة السياحة بين البلدين وقد عكست مداولاتنا أيضا تقارب جهة النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث توفقنا على طول بزل كافة المساعي نحو تهديئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط فضلا عن أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق نار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاسية لمناطق القطاع كافة مع الإنخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية السيدات والسادة ختاما أود أن أتقدم بخالص الشكر لفخامة الرئيس على توجيه دعوة لي لزيارة دولة البوسن والهرسك الصديقة وعارب عن تطلع إلى تلبيتها في أقرب فرصة ممكنة لمواصلة العمل على ترفيع العلاقات بين البلدين كما أجد الترحيبي بفخامة رئيس مجلس رئاسة البوسن والهرسك في مصر متمنيا أن تكون هذه ديارة خطوة رئيسية في سبيل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين بلدين الصديقين بما يثر الاقات والروابط التاريخية التي تجمع شعبين البلدين ماذا قال رئيس البوسن والهرسك خلال المؤتمر الصحفي مع السيد الرئيس عبدالحزيسي اليوم في الاتحادية فخامة الرئيس رئيس جمهورية مصر العربية اسمحوني أن أعرب في بداية كلمة هذه عن بالغ وخالص الشكر وتقديري لكم شخصيا وللشعب المصري الصديق على كل ما قدمتموه حتى الآن ببوسن والهرسك من مساعدات في السنة الماضية احتفلنا بالسنوية الثلاثين منذ إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين مصر والبوسن والهرسك لكن بالطبع العلاقات بين بلدين وشعبين أطول من ذلك وتمتد لتاريخ طويل هذا حديث آخر ثاني لنا حيث هو لقاء أول حيث أننا تحدثنا في شهر نوفمبر من السنة الماضية واتفقنا على كثير من المسائل في حديثنا إن البوسن والهرسك تقليديا لها علاقات طيبة وصديقة مع جمهورية مصر العربية وأتمنى أن أفضل أيام للتعاون بين بلدين هي التي تأتي مستقبلا في الأيام القادمة إن الصداقة بين شعبين وبين بلدين أثبتت في الكثير من الأحيان في التاريخ إن دعم مصر للبوسن والهرسك استمر حتى بعد الحرب بعد اتفاقية ديتون للسلام فأريد أن أقول بكل وضوح هنا اليوم في القاهرة أن البوسن والهرسك تدعم بشكل كامل وحدة أراضي والسيادة واستقرار واستقلالية لجمهورية مصر العربية إذ نحن نكن كل احترام لمصر باعتبارها زعيمة العالم العربي وأفريقيا ودولة مهمة جدا في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط فأثناء زيارة هذه أخبرت فخامته بأننا نرغب في استضافتكم يا فخامة الرئيس في عاصمة البوسن والهرسك سرايفو أعتقد أن المستويات العالية وخاصة بعد توقف أو ركود في العلاقات هي التي من شأنها أن تقوي العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية وغيرها من المجالات بين بلدينا فنحن على ثقة كاملة ونتطلع إلى أن تكون فخامتكم أول رئيس مصري نزوره في القرن الواحد والعشرين بلدنا الوسن والهرسك وأثناء حديثنا إلى فخامتكم أعربنا أن استعدادنا الكامل للتعاون في كثير من المجالات بما فيها مجال الدفاع لأن صناعة الإنتاج الحربي أو تصنيع العسكري في بلدنا متطور ونحن على استعداد للتعاون في هذا المجال كما أننا نرغب في توسيع وتوطيض العلاقات في المجال التعاون الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين نحن موقعنا الجغرافي الاستراتيجي متميز جدا لأن حدود البوسن والهرسك تمتد لأكثر من ألف كيلو متر مع الاتحاد الأوروبي فهذه فرصة لمصر وكما أننا نرى أيضا فرصة في حال تحقيق التعاون الاقتصادي مع البوسن والهرسك أنها ستتاح الفرصة لرجال الأعمال من البوسن والهرسك في السوق المصرية فهناك خطوات إيجابية كثيرة بين البلدين بما فيها إنشاء خطوط طيران مباشرة بين البلدين وأنها سيتم تكثيفها مستقبلا أثناء هذا الحديث الشقيق المثمر مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية أعربت لفخامته بأن البوسن والهرسك تود بكل إخلاص أن يتم إحلال السلام في أسرع وقت في غزة ويتم وقف الحرب وحماية المدنيين وأريد أن أعرب هنا عن موقف البوسن والهرسك أن الحل الوحيد العادل هو إنشاء دولة فلسطين بجانب دولة إسرائيل دولة فلسطين بكامل السيادة فنحن دائما في الساحة الدولية السياسية ننتهج سياسة متزنة ومضطردة نحن دولة صغيرة لكننا دولة دائما نعرب عن طابعنا وعزتنا والالتزام بالمبادئ في المحافل الدولية فيما يتعلق بالقضايا الدولية فياس فخمة الرئيس وأشكركم مرة أخرى على هذه الاستضافة الضيافة الطيبة فنحن نعود إلى بلدنا ونحمل القناع بأنكم أصدقائنا العزة ونتمنى أن تكون العلاقات أكثر استقرارا مستقبلا ترجمة نانسي قنقر